دلوقتي هنكمل بقى الفيتامينات القابلة للزوبان في الماء ايه هي؟ هنبدأها بمجموعة فيتامين بيه اول واحد هنتكلم عنه في المجموعة دي فيتامين بيه واحد خلاص؟ فيتامين بيه واحد ده الجسم بيحتاجه لتحويل الطعام الى طاقة هو كمان ضروري للنمو عند الاطفال والخصوبة عند الكبار بخلاف انه بيحافظ على صحة القلب وصحة الجهاز العصبي بيه واحد موجود فين؟ موجود في الخميرة والرز الاسمر والبقول والمكسرات واللحمة الحمرة والحبوب الكاملة والكبدة والكلاوي الفيتامينات التانية من مجموعة فيتامينات بيه بتساعد على امتصاص بيه واحد هما كلهم كده بيخدموا على بعض اما العوامل اللي بتمنع امتصاصه فهي الطهي الشديد يعني اي حاجة من العناصر اللي فاتت دي لو كان الطهي او الطبخ بتاعها جامد قوي يقوم فيتاميين به يخسر او يفسد يعني ما يبقاش له قصر التخزين برضو الفترات طويلة الكحول مضادات الحموضة الله يعني ده فيه ناس مشية بمضادات الحموضة دي في الشونط وياخدوها كده من الازازة او يقطعوا الكياس كده وياخدوها مضادات الحموضة كتير طبعا مضادات الحموضة دي الناس بتاخدها ليه؟ عشان الغذاء الغير صحي الاكل المقلي الكتير التدخين الكتير الاكل الحراء وهكذا اهو المضادات الحموضة دي بقى تمنع الجسم من نصاص فيتاميين به به واحد كمان من الحاجات اللي بتمنع نصاصه الشاي والقهوة والكرومب الأحمر بالمرة يعني تمام؟ تاني فيتامين من مجموعة فيتاميين به هو فيتاميين به اتنين وده زي فيتاميين به واحد بيساعد برضو على استخراج الطاقة من الطعام وبيساعد على النمو لكن له اهمية بقى كبيرة جدا في الحفاظ على صحة العنين والشعر والبشرة والأظافر يعني نصيحة للبنات والسيدات خلوا بالكوا قوي من فيتاميين به اتنين ده موجود فين؟ موجود في الخميرة في الحليب اللي هو اللبن الحليب ومشتقاته زي الجبنة والزبادي وكده موجود في البيض موجود في اللحمة موجود في الكبدة موجود في الخضار اللي ورقه أخضر خلاص بقى عرفنا زي ايه وبرضو باقي مجموعة فيتاميين به كلها بتساعد الجسم على امتصاصه لكن فيه مواد بتمنع امتصاصه زي ايه بقى؟ زي حبوب منع الحمل الله ده فيه ناس كتير بياخدوا حبوب منع الحمل يبقى السيدات اللي بياخدوا حبوب منع الحمل يرجعوا الأطباء بتوعهم على طول عشان لو فيه عنصر مهم في جسمهم نقص لازم نمد الجسم به كمان الأدوية المحتوية على الكبريت بتمنع الجسم من امتصاص فيتاميين به اتنين وبعض المهدئات وأدوية معالجة الاكتئاب برضو نصيحة انه طبعا فيه ناس بياخدوا أدوية دي بتاعت الاكتئاب والحاجات دي كلها بشكل دائم فلازم نخلي بالنا ان فيه عناصر في جسمنا هتتأثر فنخلي بالنا من المراجعة دي ونبقى على اتصال دايما مع الدكتور مش بس بقى الدكتور هنا النفسي في الحالة دي لكن كمان دكتور الأمراض البطنية الحرارة العالية كمان بتمنع الجسم من امتصاص فيتاميين به اتنين تالت فيتاميين هو به ثلاثة يبقى تكلمنا عن به واحد وبه اتنين أدي به ثلاثة عرفتوا بقى يعني ايه به المركب عشان هو كتير قوي به ثلاثة يعني في المجموعة دي هو زي وزي المجموعة دي في العوامل المساعدة لكن هو غير بقى انه بيساعد في استخراج الطاقة زي بي واحد وبه اتنين هو بيحافظ عنده وظيفة مهمة او بيحافظ على مستوى السكر في الدم به ثلاثة بيحافظ على مستوى السكر في الدم وبيحافظ على صحة البشرة وصحة الجهاز الهضمي وصحة الجهاز العصبي طب موجود فين بقى الفيتامين العظيم ده به ثلاثة موجود برضو في الخميرة موجود في اللحمة موجود في الفراخ السمك المكسرات الحليب ومشتقاته البيض الخبز بانواعه الرز والمكارونة والبطاطس اللي بيزود امتصاص به ثلاثة باقي فيتامينات به كلها ويعني وتحديدا به ست وفيتامين سي بقى لو كتر عن اللازم في الجسم يقوم يمنع امتصاصه هو والكحول والأدوية المحتوية على الكابريت وكمان لما الطعام بيدخل في عملية تصنيعية يعني لما مثلا ناكل أنواع من الأغذية مصنعة يعني اللي هي دخل في عملية تصنيع لا خلاص يبقى الفيتامين به ثلاثة ده بيتصرب ولا كأنه وجود في الأغذية الفيتامين اللي بعد كده فيتامين به خمسة تمام وظيفه زي اللي فاته لكن به خمسة بيزيد عليهم في وظيفة مهمة جدا هي المساعدة في تصنيع الأجسام المضادة الخاصة بجهاز المناعة الله يبقى به خمسة ده من أقوى محفزات المناعة زي ما قلنا زمان في حلقة المناعة خلاص به خمسة موجود فين؟ موجود في الخميرة برضو موجود في الكبدة والكلاوي موجود في المكسرات موجود في الدقيقة اللي بيتعامل من الصوية موجود في الرز الأصمر موجود في البيض موجود في البقول موجود في الخبز الكامل وبرضو باقي مجموعة فيتامين بي 6 بيساعدوا الجسم على امتصاصه في حين ان اللي بيمنع امتصاصه برضو عامل كتير قوي زي التعرض للحرارة العالية تصنيع الأطعمة وتعليبها الأدوية المحتوية لعنصر الكابريت المضادات الحيوية وحاجة مهمة جدا 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 بتمنع انتصاص فيتامين بيه 5 وهي مادة الكفايين الكفايين اللي موجودة في كل أنواع القهوة وموجودة في المياه الغازية اللي هي المياه الغازية الغمقة تمام؟ الفيتامين اللي بعد كده هو فيتامين بيه 6 وده له أهمية وخصوصية بقى كبيرة لأنه هو المسؤول عن استخراج الطاقة من البروتينات وأساسي لتكوين خلات دم الحمرة وأخساسي لتكوين الأجسام المضادة وهو اللي بيصنع الناقلات العصبية المسؤولة عن كيميا للمفعالات اتكلمنا عنها قبل كده به 6 موجود فين؟ موجود في الخميرة موجود في الخبز الكامل والردة موجود في الكبدة موجود في الأفوكادو موجود في الموز السمك اللحمة المكسرات بيساعد على امتصاصه فيتامينات به الثانية لكن بيمنع امتصاصه إيه بقى؟ فيتامين به 6 المهم ده تخزين الطعام لفترات طويلة الحرارة العالية طهي اللحوم لفترة طويلة كمان في حاجة تانية بتمنع امتصاصه حاجة هتستغربوها قوي الشاوي يعني لما اللحمة تتشوي تمام؟ والتدخين وبعض المضادات الحيوية والكحول وحبوب مناء الحامل أما الفيتامين قبل الأخير في مجموعة به المركب هو فيتامين به 12 وفيتامين به 12 ده برضو له خصوصية كبيرة جدا لأنه من ناحية الوظائف بيعمل كل الوظائف بتاعت فيتامين به اللي هو كل الأنواع لكنه بيساهم في تكوين وتجديد خلايا الدم الحامرة تجديد خلايا الدم الحامرة يعني لو فيه جسم داخل على أنيميا لقدر الله يقوم الفيتامين ده يشوف إيه الخلايا اللي ينفع يعطر ممها ويشتغل عليها فوظيفته مهمة جدا للحفاظ على مستوى الهيموجلوبين سابت في الدم أو يقي من الأنيميا وهو كمان ضروري جدا لتركيب الحمض النووي بتاعنا الدين إيه اللي هو الشفرة الجينية بتاعت كل واحد فينا وسالسا أنا بتكلم على الوظائف الخاصة اللي بيه 12 هو ضروري لإنتاج الطاقة وطبعا برضو بيحافظ على صحة الجهاز العصبي فيتامين بيه 12 موجود فين؟ موجود في الكبدة والقلب والكلاوي واللحمة والفراخ والسمك والحليب ومشتقاته والبيض وهكذا حمض الفوليك أسد بيساعد على امتصاصه في الجسم أما اللي بيمنع امتصاص بيه 12 مضادات الحمودة والأدوية الملينة وأدوية التشنجات وحبوب منع الحمل والكحول أما آخر فيتامين في مجموعة به المركب هو حمض الفوليك وطبعا حضراتكم جميعا عارفين أهميته القصوى في نمو الجهاز العصبي عند الجنين وإنتاج خلاة دم الحمرة والحماية من العيوب التكوينية عند الأجنة خلال فترة الحمل الفوليك أسد وفيتامين به 12 أكتر اتنين في المجموعة دي في مجموعة فيتامين به بيساعدوا على حماية الجهاز العصبي حمض الفوليك بقى موجود فين؟ عشان الناس كلها فاكرة أن الفوليك أسد ده لازم يبقى راس لا حمض الفوليك ده أو الفوليك أسد موجود فين؟ موجود في الخميرة موجود في الكبدة موجود في الخضروات اللي ليها أوراق خضرة زي ما قلنا بقى البروكلي والسبانخ والسلق والكرومب وكذا موجود كمان في البقول والشوفان والمكسرات باقي مجموعة فيتامين به يعني باقي المجموعة وفيتامين سي بيساعدوا الجسم على امتصاص الفوليك أسد طيب إيه اللي بيمنع امتصاصه؟ يلا بقى ناخد المفاجأة المسكنات حبوب مانا الحمل مسكنات أنا بقول ليه مفاجأة؟ لأن فيه ناس بتي كتير عايشة على المسكنات دي خصويا من كبار السن فخلوا بالكوا أن انتوا بتحرموا جسمكوا من حاجة مهمة أول خلاص حبوب مانا الحمل بعض المضادات الحيوية والكحول وطبعا لسه فاضي الفيتامين مهم جدا من مجموعة الفيتامينات اللي بتدوب في المياه وهو فيتامين سي هنتكلم عنه طبعا هو والمعادن الضرورية لأجسامنا لكن ده هيكون الحلقة الجاية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر